بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هلو نعم دكتور وأضحى أمامكم الشاشة وأضحى دكتور شو شايفين قدامكم نوتباد دكتور وجنبه بس الرسمة الرسمة تابعت ووتر ووتر ليبل كنترولر فأنا حبيت يعني أستخدم عشان تكون الرسمة دائما موجودة وبعدين أشتغل باستخدام ونشرح الحصة الماضية شرحناه بالنسبة لإستخدام وصلنا لإيش؟ قلنا بنا نفحص الدائرة نتأكد منها تتذكر وشو كانت الدائرة شو الفانكشن كان من تبع دي حدا بتذكر هلو حدا بتذكر شو كان الفانكشن تبع دي بتكتبوا وراي انتو بتكتبوا حدا بأخذ نوتس وبكتبوا راي هلو ولا حدا للأسف للأسف ولا حدا ها الزيرو زيرو اللي هي نوتشين وال زيرون أنا بس هالشو طلعنا في الأخير بالفانكشن تبع دي قلنا راح يكون في عند دائرة عبارة عن دي تاب فلップ راح نعمل إلى فانكشن مين اللي بعمل جرت طيب يا ابني طيب يا عمري طيب قلنا بذا نعمل ديزايل لكونترولر يعطيني وان اور زيرو عشان يشغل لي مضخة فبند تبع دي مرة الماضية استنبطنا عبارة عن اور قيت تتذكروا شو كان الفانكشن فانكشن بدي يجي من الاكس والواي اللي جايات من الخزان تتذكر شو كان الفانكشن اكتر هو اور قيت وان قيت واكس اكس برايم كأنه والله ينازل اكتب انا بناش عن نساوي في حدا بكتب اني سامعين في حدا بكتب لا حاول ولا قولت طيب هذا ناسي شخصيا على كل ممكن نعيد الديزاين مرة اخرى فالديزاين بروسيجر قلنا يبدأ من عمل اللي هي موجودة على اليسار ثم بنحط الاكس والواي وبنحط الكيو او الاي سميناها هي اللي هي present state على ثانت تسمى ثم بنحط ال next state a of t plus one ومنها بدأ استنبط الفونكشن تبع الدي شي لازم يكون احنا حسب ما بنعرف الدي نفسه وبالتالي العمود تبع الدي رح يكون بالضبط زي عمود فبنعمل لجميع الاحتمالات وقلنا في عندي احتمال رح نستخدمه اللي هو احتمال الاكس والواي يكونوا وان زيرو لأنه قلنا مستحيل المي المي يتغطي الاكس وما تغطيش الواي كان الاكس يعطيني واحد وي يعطيني صفر هذا مستحيل لذلك هذا الاحتمال وان زيرو لا بنشوفه على طبعا هنا في عندي اه 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 لا هنا عندي الزيرو زيرو فاحتمال وان زيرو هذا احتمال مستحيل فبنقول عنه فلما نيجي نحط الاحتمالات تبعات الاكس والواي والاي بنقول زيرو 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 وان زيرو وان زيرو زيرو وان 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 زيرو زيرو وان زيرو وان 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 ثم منيجي على الاحتمال اللي هو قلنا وان زيرو هذا بنحطه ك فال اللي هم هذول الاحتماليين فبنحطهم ك ثم من state diagram نستنبط شو نيكس state. مثلا في حالة اه لما اكون ب state zero والانبوت زيرو زيرو. بروح الى state one. يعني كنت تحطها باللون اه اه احمرها بليها. بنروح على state one. في حالة كنت في state one وكان الانبوت زيرو زيرو. بظلني ب state one. حسب ب state diagram طبعا. في حالة كنت في state zero واجاني zero one. ابقى في state zero. في حالة كنت في state one واجاني zero one. ابقى في state one. في حالة ال one zero قلناها ايضا تكير. في حالة ال one one لل اكس واي. اذا كنت انا في حالة الزيرو. ال one one يبقى في الزيرو. وفي حالة ال one بروح على الزيرو. فالفنكشن تبعنا بالنسبة لدي. حسب الكي ماب رح يطلعك الاتي. فنكشن. فنكشن من ال اكس. والواي. والاي. ونحط الاحتمالات. ونحط وين موجود عندي ال واي. وين موجود عندي ال اي. وين موجود عندي ال اكس. الان عندي ال one zero. one zero بالنسبة لا. اللي هي one zero لل اكس واي. one zero zero. one zero one. انهم الاربعة والخمسة. الاربعة والخمسة بيجوا هون. فذولا don't care condition. في عندي حالة zero 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 is logic one. والزيرو zero one is logic one. وفي عندي حالة الثلاثة is logic one. والبقية اصفار. الاثنين صفر. والستة والسبعة اصفار. الان عندما نقوم بتجمعات. هذه بتطلع عندي. واي برايم. وهذا بتطلع عندي اكس برايم اي. اكس برايم اي. اذا الفونكشن تبعي راح يكون. الدي راح يكون اكس برايم اي. اور واي برايم. يعني راح احتاج. اجيب. من الاي. احطه بالاحمر. من الاي. راح احتاج. من الواي. وبرضه من الاكس. راح احتاج انفيرتر. واعملوا اندينج. مع الاي. الاي اللي هو نفس الاتبوت. تبع. الفليب فلوب. وهيك بصير الفونكشن تبعنا. فهذا بصير هو الامبوت. للدي. احنا بنفترض انه في عندي كلوك مستمرة. فدائما هذه الدوائر. في عندي مصدر الكلوك. الان خلينا نشوف الان كيف تعمل هذه الدائرة. واضح يا شباب اللي عملنا. هلو. لنفترض الان انه الماء في الوسط هون. الماء في الوسط. والمتور طافي. يعني كان عندي هون زيرو. المتور طافي. والمي في الوسط. يعني الاكس ما اعطيتني صفر. والواي ما اعطيتني واحد. مزبوط يا شباب. حلو. بس سؤال. نعم. نحن مبارك انه كان الفونكشن اي برايم. اي برايم اكس برايم واي. ولا مش عارف. انا مخربط لانه كان كان الونون. انا سببين معنا بالحل هسي ابني هنا. اذا الحل تبعنا خلط ببين. تبع معايا. اذا الاكس عليها صفر. والواي عليها واحد. لانه تفرضنا المي في الوسط. اكس ما عليها شمي. واي عليها مي. فهاي واي فيعطيني واحد واكس عطيني زيرو. فهون راح يكوني جاييني ون. اذا هذا الصفر اللي جاي من الي كيو راح ييجي لهون. راح يخليه لهذا الاتبوت زيرو. وهذا راح يعطيني زيرو. شو عندي على الاور قيت? صفرين. اذا شو في عندي عدني صفر. اذا هاي اللي فلفلوب شو راح تخزن? لما جيها بلت شو راح تخزن? بتخزن الصفر يا شباب بدي عملها بسيط. اللي بتحطه عندي بيظهر علي كيو. هلو. جوابتا قلت لك زيرو. طيب اذا المتور راح يضل ايش? اوف ولا اون? اوف راح يضل. صحيح? اه. طيب الناس بلشت تستخدم المي اصحاب الدار. فتح صنبور المياه. والمي بلشت تنزل بالنفل تباحها. راح يضل تنزل 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 تغاية تصل لوين? لغاية ما تصل لتحت الواي. مزبوط? لا. لما بتصل تحت الواي بصير الاكس صفر. وبرضو الواي ايش شو راح يصير? راح يصير الواي صفر. اذا شو بصير الواي برايم هون عندي? واحد. وهنا واحد. شو راح يعطيني هون? راح يعطيني واحد. شو راح يصير بالديف لفلوب لما تجيه بلس? راح تخزن واحد. اذا المتور شو راح يصير فيه? هذا راح يعمل كنترول المتور. واحد بيخليلي اي اون. وصفر بيخليلي اي اوف. اذا شو بصير بالمتور? بيشتغل. مزبوط? هلو? اعم. اشتغل المتور. لكن قلنا ما يبدأ وقت تتصل. اذا لازالت الاكس والواي عليهم صفر صفر. بس لانه اشتغل هذا الواحد رجع لهون. فصار في عندي كمان هذا واحد. اذا برضو راح يظل شغال. حتى لو ايش? لو الواي يتعبه. حتى لو الواي الان اتعبه هون. وصار الواي قيمته واحد. مش راح يأثر على الاتبوت تبع الاور قيت. ليش? لانه في عندي واحد من الان. بسبب الواحد اللي جاييني من وين? من الكيو تبعت الفلفلوف. اذا راح يظل شغال ايش? راح يظل شغال اون. مزبوط? نعم دكتل. راح يظل شغال اون تتصل المي لوين. تتصل. فوق الاكس. الاكس. لما تصل المي عند الاكس شو بصير غرض الاكس? واحد. اذا شو بصير هذا الانفيرتر يعطيني هون? يعطيني صفر. اذا ان هذا الواحد بطل له همية. بصير الات بتتبعها هي قديش? صفر. صفر. مزبوط. والواي اوريدي معطيني صفر. اذا راح يجيني هون هس ايش? صفر. اذا شو راح يخزن هذا? راح يخزن. وراح يصير اف. مزبوط? مزبوط. نعم دكتل. طيب. صار اف. يعني هذا صار زيرو. اذا صار في عندي هون صفر. الان لازال هذا واحد ولازال هذا واحد. بدي يظل يعطيني اف. لانه راح يكون في عندي صفر. جاييني من الاكس. وصفر جاييني من الواي. وبالتالي راح يكون النتيجة انه راح يظل اف. راح يظل اف لغاية ما يرد ينزل مستوى المي عن الاكس. اذا نزل مستوى المي عن الاكس. شو راح ترجع الاكس? راح ترجع الاكس صفر. راح تعطيني واحد هون. مع الواحد اللي جاييني من وراه. راح يعطيني هون واحد. احنا قلنا كانت اف هزيرو. هذا صفر لازال مصفر لهاي. اوكي. وبالتالي راح يظل اف. وهذا اللي بدنا اياه. بدنا اياه حتى لو نزل المي. اضل اف لغاية ما يصل لين. لعند الواي اسفل الواي. فالدائرة شغالة مية في المية صحيح. واضح يا شباب. واضح. طيب. من نعمل الان الديزاين باستخدام الجي كي. الجي كي يا اخوان هو اصعب انواع الدزاين. دكتور. نعم. اطريك العافية. الله فيك. لو منا نخلي اول ما ينزل عن الاكس انه يكون الماتور يشتغل ويطفي. هيك يا ابني يقولنا هذا مش عمل هندسي اه حكيم. ليش? اي ديفايس بشتغلها بتطفيها بس يعني اول ما يفتح الحنفية راح يشتغل الماتور مزبوط? صحيح صحيح. عبت. اه مجرد ثاني فتح بجي برح يظل الماتور يشتغل طول النهار صحيح او لا لا? اول اش فيها ازعاج لاهل الدار انه كل شوي الماتور بشتغل صحيح او لا? اه اه. عملية. عملية الاشتغال والانطفاء هذي بتعمل 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 اه شو بسموه شو علات? بتعمل كربني. اما العادة ان الكنتاك تبع الرلي. فا اه الرلي طبعا تتحكم الماتور. وبالتالي انت بتقصر عمر الديفايس. اه بحترق الماتور صحيح. مش عملية. لا مش بحترقش انا بنقول ايش بحترق. بنقول مش عملية حكيمة لانه بتولد كربني. والكربني مع الزمن بتأدي الى ان الكنتاك تصير ضعيفة. وبالتالي بتبطل يشتغل. خلص بتغرب الديفايس. الكنترولر بخلق. لاني ما حضرتش محاضرة مبارح والله مش هنيش. اه لانك ما حضرتش محاضرة مبارح. اه كنا. لا ما نزلتهاش لانه بصراحة صار عندي مشوار وبأخذ وقت تاين ينزل تاين يوتيوب بحضره. اليوم بنزلها. بس انه انا بعرف عندكم امتحان وقلت مش راح يتطلعوا عليها ولا راح يهتموا شوفوا المحاضرة. لانه مش داخلي في الامتحان. وعنده ممتحان بحضروله. فقلت يعني بأخير هنا بكرة. ولا انا غلطان. مجبوط مجبوط مجبوط. ايه. اذا المهندس المهندس لما بده يصمم بده يصمم اول شغلي صح يحط لها الالغورثم صح. قلنا الالغورثم الصح اني ما اضل لشغل المتور باستمرار. اخلي المتور يشتغل لما الماء تنزل عن المستوى السفلي. ويظل شغال تعيص على المستوى العلوي. اذا وصل المستوى عنه ما يشتغلش. لا. يظل طافلة حتى يرد ينزل على المستوى السفلي. هيك بكون قلصت عدد المرات اللي بعمله انه اف. وبالتالي هذا امر نوعا ما حكيم بالنسبة لتشغيل الديفايسز. واضح? آميمي دكتور. اشكرا دكتور. اشكرا. ضائم. اوكي. احنا بندرس المواد يا اخوات. بصيروا مهندسين. لازل واحد يفكر يعني كمهندس. لما بدي يعمل الالغورثم كيف يختار الشيء الانسب لشغله. يحط الالغورثم الاصح اللي بيخفف بطيل عمر الديفايس واللي بيخفف من السهلاك الكهرباء الى اخره. طيب. الان منا نعيد الديزان باستخدام جي كي في حالة الجي كي ما عندي دي وانما عندي عمودين الان بحطهم اللي هم عمود الجي وعمود الكي خلينا نرسم عمود وكمان عمود نختار اللون الاسود نظبط والحط هون الجي. افوا لازم نكتر. وانا نحط الجي. والكي. الان في الديزاين تبع الجي كي قبل ما ابلش الديزاين لازم اعمل اشي اسمه الاكزايتيشن تيبل. اكزايتيشن تيبل. وهذا مشتق من التروس تيبل تبع الجي كي. الاكزايتيشن تيبل. بتقول لي ماذا يجب ان اضع على الجي والكي. لما بدي اروح مثلا من الزيرو الى الزيرو. يعني ونكس استيت. لما بدي اروح من صفر الى واحد. لما بدي اروح من واحد الى صفر. ولما بدي اروح من واحد الى واحد. الان على جانب هون بكون حاطط انا طريقة عمل الجي كي. الجي كي بتعمل الزيرو زيرو بتعمل بتعمل يعني بتخزن لصفر على كيو. وان زيرو بتعمل ست يعني بتخزن واحد. وان بتعمل تقل يعني بتعكس المحتوى. اذا هذا عمل الفنكشن تيبل لجي كي في البلو. هذه بنستخدامه عشان استنبط اشي اسمه في الايكزاكي تيشن تيبل. انا بدي اعرف. شو لازم احط على الجي والكي. علشان اروح من صفر الى صفر. ريزنتي سيكون صفر والنكش سيكون صفر. اذا حسب التروح تيبل. لو بدي اروح من صفر الى صفر. شو لازم احط على الجي والكي. من صفر الى صفر. ممكن افكر فيها كلاتي. اما انا بعمل كلير. لاني انا خزنت زيرو. واما بعمل صح ولا. لاني رايح من صفر الى صفر. كما اني ما عملت اشي شي. مزبوط? هلو? لا بكتور. من صفر الى صفر. الى طريقتين. اما عن طريق الاجبار. الفلفلو بتخزن زيرو عن طريق الكلير. والكلير كما يقول لنا يتم بزيرو ون. احط على الجي صفر والكي واحد. اذا الزيرو زيرو هذا عن طريق احط زيرو ون. واما اعمل نوتشينج. هاي كليير. وهاي نوتشينج. واما اعمل نوتشينج. يعني احط ايش? احط زيرو زيرو. الان بلاحظ ايش بالنسبة للاحتمالين هذولا. انه الجي دايما ثابتة على ايش? زيرو. على زيرو. فبقول الجي بحطها صفر اجباري. بس الكي والله ممكن احطها واحد واعمل كليير. وممكن احطها زيرو وعمل نوتشينج. وبالتالي الكي بتهمنيش. اذا شوف احطها بحطها دونت كير. واضح يا شباب كيف استنبطتها? واضح. طيب. خلينا نشوف الثالث اللي بعديها. هاي شوف اذا وضحت ولا. اللي بعديها بدي اروح من وين? من صفر الى واحد. من صفر الى واحد. من صفر الى واحد كم طريقة بقدر اروح للواحد? الطريقة الاولى اقول له اجباري اعمل لي ست. خزن لي واحد. او اعمل لي طقل. ليش? لاني عكس المحتوى. كنت صفر وصرت واحد صري. كنت صفر وصرت واحد. وبالتالي انا بدي احط على الجي كي احد الاحتبالين هذولا. اما وان زيرو في حالة الست. واما وان وان في حالة الطقل. شو بلاحظ على الجي? ثابت على الواحد. ثابت على الواحد. بينما الكي مش مهمة. دونت كير. دونت كير. طيب. نشوف اللي بعديها. بعديها بدي اروح من واحد الى صفر. يلا مين بده يساعدني ويعمل لي هاي? كم طريقة ممكن اروح من واحد الى صفر? طريقة الاولى. اجبار على زير. اعمل كلير. شو يعني احط? احط طقل. يعني احط ايش? احط واحد واحد. اذا شو اللي بلاحظه? على الجي والكي شو اللي بلاحظه? الكي واحد. الكي على واحد في الحالتين. بينما الجي مش مهمة. اذا اللي بقول الكي واحد الجي دونت كير. واضح? واضحة يا شباب? واضحة دكتور. شوريا الفكرة بشكل عام باضحة. بس انه كيف اخترنا انه صفر يعني كيف اخترنا كلير ولا ست ولا التقل? على ايه اساسة ما نحدد مين الواحد ومين الصفر? عن نيكس ستيت يا ابني. نيكس ستيت هونه قديش? هاي وهاي نيكس ستيت. انا نيكس ستيت حسب الجي كيف لهم بقدر اخليه اجباري يصفر عن طريقة اعمل له ايش? كلير. وممكن اخليه يصفر اذا كانه بالاصل واحد وققل له اعمل طقل. برضو بخليه يروح اصيره. صح ولا لا? اه اه. اذا انا في عندي طريقتين عشان اخليه يروح للصفر من الواحد. اما اجباري كلير واما اعمل له طقل. واضحة? اه. طيب. الحالة الاخيرة من اللي قلت اه انت خليك معي تشوفه. افهمت ولا ما فهمت? بدي اروح من واحد الى واحد. بدي اروح من واحد الى واحد. اتطلع الان عن نيكس ستيت. كيف اخليها يكون واحد? ست. ست. يعني شو احط? على الجي والكي? وان زير. زير. طيب. وبرضو ممكن اخليها تروح من واحد الى واحد باي طريقة? بالنو تشينج? ازغطه لا. الواحد والواحد. صحيح? اه. النو تشينج شو عندي الجي والكي بحط عليهم? صفر صفر. شو بلاحظ الآن? بالنسبة لكيه ثابتي على قديش? على زيرو. بينما الجي مش مهم. بقول هاي دونت كير زيرو. اذا هذا اسمه بعمله قبل ما بلش الدزاين. اذا حبيت تحفظه احفظه. اذا حبيت تحفظه احفظه ما احدا بمنعك. بس انا يعني شخصيا انا عمري ما حفظته دائما بستنبطه لانه المهندس بيحلل وبيستنبط في اي لحظة من اللحظات. اذا اعتمد على الحفظ اهفة العلم النسيان. اما الاستنباط اذا فاهم بيستنبط اي شيء مرة اخرى. واضح? طيب. الآن نيجي بنعبي لتروستيبل. بنعبي لتروستيبل هون. باجي بمسك اول حالي. الاي رايحة من وين لوين? هاي present state وهاي من صفر الى واحد. باجي على من صفر الى واحد. شو لازم يحط على الual key واحد. 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 يا الله نقلوني العاد fez. من واحد الى واحد حسب. donn't care وزيره. من صفر الى صفر. زيره. من واحد الى واحد. الآن من صفر الى صفر قلنا زير ودونت كير. طبعا دولا دونت كير. من واحد الى صفر دونت كير وان. دونت كير وان من واحد الى صفر. بتطلع وعن اشوفه هون. اذا الان عملت انا عموديين وكل واحد بده فنكشن. بعمل فنكشن لا لا. سريع. بدي احط خطوط الاستقيمة. بعمل فنكشن. للجي والا للجي تابعة وبعمل واحدة لالكي. وعبي. هنا مثلا الاكس. هنا الواي والا. zero 0. zero 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 one 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 zero. نفس الاشي هنا اكس واي واي. zero 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 one. one 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 zero. وهنا زير وان. بكتب وين موجود الاكس. وين موجودة الواي. وين موجودة الاي. الان باجي على الجي. بقول عندي واحد. عندي الصفر. وعندي بعدين زيرو. بعدين 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 عندي الاربع والخمسة دون كيرز. وعندي بعدين زيرو على الستة. والسبعة عندي دونت كير. واضح? هلو. شو بطلع عندي تبسيط? الجي. شو بطلع عندي تبسيط الجي? واي براي. الجي بطلع واي براي. ممتاز. نيجعلي بعديها. الكي. عندي دونت كير. زيرو. دونت كير. زيرو. بعدين عندي دونت كير على الاربعة. دونت كير على الخمسة. دونت كير على الستة. وعندي فقط بالسبعة واحد. شو بطلع تبسيط. اكس. اكس. اذا الكي بطلع عندي اكس. الكي بطلع عندي اكس. الفنكشن لاحظوا اسهل بكثير من اللي عملنا للدي. اذا الان الدائرة تبعتي. خلينا نكتب الفنكشنز على الهنا. اكتبن هون. طلعت عندي الجي. بتساوي. واي برايم. والكي طلعت بتساوي اكس. اوكي. الان ما نبني الدائرة ونشوف هل فعلا. الدائرة بتشتغل زي ما احنا متوقعينها ولا لا. دكتور ترى الكتابة بعقم بينا. بدي اشيل يعني. بدي اشيل. بدي اشيل. اصبر علي شوي بس. طيب. نشتغل الان على ونشتغل الدائرة. بس تذكروني بالدائرة. كان عندي الجي. واي برايم. واي برايم. تقفل واي برايم. والكي اكس. يساوي اكس. تضبوط. يعني تابعتنا. راح تكون كل اتي. راح نجيب الاكس الواي اللي هون. على السيكونشة سيركة تابعتنا. اللي راح تكون مكونة من دي فليب فلوب. راح نعملها بلون. طيب. نكبرها كمانا شوية. راح نحط دي. فليب فلوب. اوكي. وراح يكون في اديها. عفل جي كي. راح يكون في الها. اه. راح القلب. راح يكون في عندي جي. وكي. طبعا في كلوك. بنفترض دائما الدائرة في الها مصدر للكلوك. مصدر مستمر للكلوك. وفي عندي الكي الجي. إلها تونكشن. عبارة عن واي برايم. اذا راح يكون في عندي انفيرتر. وياخذ. من الواي. اذا هذا الواي. وهي قصار عندي واي برايم. طبعا في عندي كيو. وعندي كيو بار. اما الامبوت كي. فيساوي. الاكس. اذا الاكس هذه. بنا ندخلها. على الامبوت اللي هون. اذا هذا واي برايم. وهذا اكس. الآن هذا الكيو. هو اللي راح يعطيني وان اور زيرو. ويشغل لي المضخة. البمب. طبعا قلنا ما بربطه مباشرة. وانما بنربطه عن طريق ريلي. او عن طريق انترفيس السيركت. وهاي البمب هي اللي بتاخذ المية من الخزان السفلة. وبتطلع لي على الخزان العلوي. الان واحد بشغلها. وصفر بطفيها. خلينا الان نشوف عمل هذه المضخة. لنفرض الامبوت الان نزلت عن مستوى الواي. الاكس الواي شو بيعطوني فيها الحالة هاي. زيرو زيرو. زيرو زيرو. اذا اذا كان عندي هون صفر. وعندي هون صفر. الواي برائم شو راح يعطيني هون. واحد. واحد. والكي زيرو. انا بعرف الجي كي بتشتغلك الاتي. زيرو زيرو. الكيو بتعمل نو تشينج. الكيو اف تي بلس وان. بتكون نفس الكيو اف تي القديمة. يعني نو تشينج. وزيرو وان بتصفر. بتعمل الكلير. وان زيرو. بتخزن واحد ست. وان وان بتعمل طقل. بتعكس محتواها. يعني كيو الجديد راح تكون كيو بار القديمة. هذا عمل الجي كي. خلينا الان نطبق ونشوف. هل هاي الدائرة فعلا بتشتغل زي ما احنا متوقعين ولا لا. الان قلنا في عنده زيرو. وعنده زيرو هون. اجاني واحد. زيرو معناها راح يتخزن لي واحد. واحد. المتور شو راح يصير فيه؟ راح يشتغل. المذخة راح تشتغل وراح تبلش تطلع مية. بس بها ان المية بدها وقتها تصل. راح يكون. الاكس لا زال صفر. والواي لا زال صفر. وبالتالي راح يظل عندي وان زيرو هون. وراح يظل عنده تخزن واحد. وبالتالي راح يظل شغال. مظبوط؟ نعم. طيب طلعت المية وغطت هون. بدي المضخة تظل شغالي. انا ما بديها تطفل. شو صار عندي الاكس. الاكس لا زال صفر. بس الواي شو صارت قيمته؟ الواي صارت قيمته واحد. بس الواي شو راح يعطيني هون؟ راح يعطيني زيرو. الزيرو زيرو شو بتقول لي؟ بتقول لي نو تشينج. مدام انا اشتغلت. معناته راح يظل ايش؟ راح يظل شغال. لانه نو تشينج. مظبوط؟ على ايش القديم. نعم. محنو اشتغل. لما وصلت الزيرو زيرو اشتغل. لما صار عندي الاي واي عليه واحد. صار عندي الاي برايم زيرو. والكي اكس لا زالت زيرو. بتعمل نو تشينج. وبالتالي راح يظلها مخزن الواحد. صحيح؟ صحيح. طيب. ظلت الميتر تفعتها وسطة الاكس. انان المفروض المتور يطفي. الاكس شو راح تعطيني في الحالة هاي؟ راح تعطيني واحد. مظبوط؟ مظبوط. والواي مغطى ومعطيني واحد. اذا الواي عليه صفاق. بينما الاكس عليها ايش واحد. يعني الكي عليه ايش واحد. يعني انا عندي الحالة هاي. اللي هي. لا دكتور مش تايلي فوقيها. اللي فوقيها. اللي هي شو بتعملي؟ كثير. كثير. بتعملي. في واحد فيه اخت فاتحة ميكروفون وبتلاعب بطفل قاعدة. بدلا ما تحضر المحاضرة. هلو. اللي تارك المحاضرة وبتلعب مع الاطفال تسكر الميكروفون. لا حاوله ولا قوة الايلا. اذا المتور شو راح يصار فيه الان؟ راح يطفيه. لأنه. لأنه كما قلنا. حالة الزيرو ون راح يصير موجودة على الجي والكي. فهذا راح يطفيه. كثيرا. طفى المتور. لكن لا زالت المي فوق. لا زال ما يعطيني زيرو ون معناته لا زال طافي. رجعت المي نزلت لأن هالناس يستخدموها. رجع الاكس اعطاني زيرو. بس الزيرو هون. عفل واي. عفل الاكس. الاكس راح يعطيني زيرو. ماشي الواي. لنزلة المي عن مستوى الاكس. الاكس راح يعطيني صفر. والواي لا زال عليه واحد. فهذا راح يكون زيرو. وهذا زيرو. راح يعمل توجيج. فالمضخة راح تظلها اوف. اذا. النحلة هيك حافظنا على ان المضخة ما تشتغل. الا اذا نزلت المي على الواي. واذا شغلت. ظلها شغالتها تصل المي. المي دا الاكس. غطة الاكس. غطة الاكس. غطة الاكس. كيف تغطى الاكس نعم. اذا مثل ما احنا مصممينها اشتغلت الدائرة. لكن يا هل ترى الآن. ايش بتستنتجوا من اللي اشتغلنا. انه استخدام الجي كي. بياخذ مني وقت في الدزاين. لانه الجي والكي مش سهلي زي الدي. بدها. وبدها اعبك. يعني. لكن الاند ريزالت تبعتها افضل. هنا الدائرة اخذت فقط انفيرتر. بينما دائرة الدي في الفلو. اخذت او. وانفيرتر. مزبوط ولا او تو انفيرتر. اذا تذكروا الدي. كانت. كانت الدي عبارة عن. اكس بار اي. او واي بار. تذكروها. فكان بدك انفيرتر للإكس. وانفيرتر للواي. وبدك اند قيت. عشان تعمل اكس بار اي. وبدك او غيل. فكنت رح تحتاج. اربعة وخمسة. بدك تو ام في ارترز قلنا? اكس بار مع الاي. وتحطها على اورغيت. وتجيب الواي بار. فكنت راح تحتاج الى ثلاثة اي سيز. بدك تشتري ثلاثة اي سيز عشان تعمل الدائرة هذي. اوكي? والوايرينج تبعها مش سهل. لانه في عندك اربعة قيس اللي تشتغل فيها. بينما هنا اسهل بكثير. هو ان الدائرة الاندريز التبعتي طلعت افضل بكثير من الدائرة الاولى. وتقوم بنفس العمل. اذا انا بحط شوية جهد في الديزاين. عشان في النهاية احصل على دائرة بدي اصنع منها بجوز عشرات الالاف من القطع مبيحة بالسوق. واضح الفكرة يا شباب? نعم نكتر. حدا عنده اي سؤال في الديزاين بروسيجور للجيكي? الديزاين بروسيجور للجيكي هو اصعب وهم اصعب اشي. لكن قلنا الاندريز التعاثن هي افضل اشي. طيب. ماشي الحال. الان بنعمل الديزاين بروسيجور لاخر نوع من الفلفلوبس اللي هو الفلفلوبس على نفس المثال. فاحنا هيك ان شاء الله بنكون غطينا الديزاين بروسيجور لجميع انواع الفلفلوبس. وبالامتحانات عادة ان انا بسأل عليه الكل. يعني بجيب اسألة ما احيانا الدائرة ممكن يكون فيها اكثر من الفلفلوب. واحدة جيكي واحدة دي واحدة تي عشان اشوفك بتعرف فين وين بتعرف فينش. فبدك تعرف الديزاين بروسيجور لجميع الانواع والاناليسيز بروسيجور لجميع الانواع. حكي شباب? تمام دكتور ان شاء الله. طيب خلينا الان نشوف كيف نعمل باستخدام التيفلفلوبس. نعمل باستخدام نعمل باستخدام طيب الآن بنا نعمل الديزاين بروسيجور باستخدام التيتا فلفلوبس. برضو نفس الشي بنعمل اشي اسمه بالنسبة للتي. بس بالنسبة للتي الامور سهلة. انا عندي الاحتمالات من صفر الى صفر. من صفر الى واحد. من واحد الى صفر. ومن واحد الى واحد. شو لازم بحط على التي. اذا بدي اروح من زيرو الى زيرو بدي اعمل فبحط زيرو. واذا بدي اروح من زيرو الى وان بدي اعمل طقل. لان هاتي في فلفلوب بتعمل اش غير حالتين. التي شغلها كالاتي. كيو اف تي بلاس وان. في حالة الزيرو يساوي كيو اف تي. يعني واضح? اذا من واحد الى صفر. ومن واحد الى واحد. فهذه هي. اذا بتروح من صفر الى صفر بتعمل اذا بتروح من صفر الى واحد او من واحد الى صفر بتعمل طقل. ومن واحد الى واحد فسهل جدا. يعني ما بدهاش شغل كثير. فخلينا نيجي نعمل مباشرة ونستنبط فعليا الفونكشن تبع الدائرة. اذا نخلينا نستخدم. براستيبل. واحد اثنين ثلاث اربعة خمسة ستة سبعة وثمانية. هنا بنحط البريزنت استيت والنكس استيت. نكتبهم. هنا عندي الاكس والواي الانبوتس. هنا عندي الاي. اللي هي اي اوف تي. سميها بريزنت استيت. وفي عندي الاي اوف تي بلاس وان. وبدي احط. شو لازم يكون عندي على التي. فباجي على التي. وبعمل له عمود. اوكي. وبكتب عندي هنا التي. الان. من الاي استيت دايقرام. قلنا الاي استيت دايقرام هي اهم شيء في الشغل كله تبعنا. بنيجي على الاي استيت دايقرام. عندي انا طبعا هنا في حالة الزيرو زيرو. بتروح الزيرو وان والون وان. وهون الزيرو زيرو. اي ناسينا نحط. فبنيجي بنقول اوكي. انا عندي. سمن احتمالات. سنتين منهم قلنا راح يكونوا دونت كير كونديشنز. دونت كير كونديشنز قلنا مين هم? وان زيرو. حالة الاكس واحد والواي زيرو. وهذا الحالتين. دونت كير كونديشنز. فبنحطهم على طول دونت كير. الآن باجي بطلع على الاي. وعلى الاي اوف تي بلس وان. من الاستيت دايقرام. بشوف. عندي الاحتمالات كالآتي. انا هون عندي في الزيرو. وعندي الامبوت زيرو زيرو. معناته بدي اروح على الواحد. حسب الاستيت دايقرام. الزيرو زيرو بوديني على الواحد. الواحد في حالة الصفر صفر بيظل نفسه. الزيرو في حالة الزيرو ون بيظل نفسه. والوiffs في حالة الزيرو ون بيظل نفسه. الزيرو في حالة الواً ون بيظل نفسه. والون في حالة الونا ون بروح على الزيرو. هذا اللي هو الترتيمل زيه. يعني الاكسستيت بالضبط رح تكون الهم كلاتها بنفس الشيء. اللي جدا. يعني فيش جاية حتى تعمل لان اني بعرف. اذا بروح من صفر الى واحد معنات او بعمل طقل. معنات شو لازم احط هنا واحد. واذا بروح من نفس الشيء لنفس الشيء واحد الى واحد او صفر الى صفر او واحد الى واحد فهذا بحط صفر. واضح? واضح جبتم. طيب الآخر ثنتين. من ومن واحد الى صفر طقل واحد. اذا الكيمة بتبعتي راح تكون. انا اخذ اللون الاحمر قلنا. واحد. اثنين. ثلاثة اربعة. و بنكتب هنا عندي الاكس. نكتبها باللون الازرق. وهنا الواي وهنا ونحط الاحتمالات. ونحط وين موجود عندي كل متغير. طيب انا بحضر محاضراتي اليوم. هو قاعد فعلا باخذ مراجعة على الكيمابس. لانه لاحظ المادي راح نستمر بالكيماب لاخر للفصل. وبالتالي المادي متغابطة مبنية على بعض. طيب. انا ايجي الان على اه ملء التابل. منلاحظ ما يلي. عندي الزيرو. وعندي السبعة عليهم واحدات. هاي الصفر. وهاي السبعة. عندي على الاربعة والخمسة. هاي الاربعة وهاي الخمسة. وعندي الباقي راح يكون اصفار. اربعة اصفار عندي هون. وباجي الان بعبي او بعمل تبسيط. تبسيط طبعي بدي اجمع الونز ب اكبر عدد من كل الونز. شو اكبر عدد من كل الونز? اثنينات في الواقع. هاي اثنين. وهاي اثنين. اكس اي. اذن. وين راح يكون كالآتي. الفونكشن راح يكون كالآتي. التي راح تساوي واي برايم. اي برايم. او. اكس اي. اكس اي. اذن دائرتنا راح تحتاج الى اني اجيب آآ انفيرتر عشان الواي. فهذا الواي. بده انفيرتر. عشان يطلع لي واي برايم. وابدي اند قيت. الان الاند قيت الاموت الثالثة باحها راح ييجي من ال اي. اللي هي الاتوال تبع الجي كيف يبلو. فعندي هنا جي. اوكي. اه عفوا. تي. تي. سوري. انا عندي الاموت عبارة عن تي. وهذا تي راح يكون له فونكشن. عبارة عن واي برايم. في الاي. الاي اللي هي الاتوالتبع الكيو. اعطيناها اسم اي. واند قيت اخرى. عليها الاكس. كامبوت. اه الاولى اي برايم يا اطمان. الاولى اي برايم. الاولى اي برايم وليس ايه. الهدي باخد من الكيو بار. بوقض على. الاند قيت اللي هون. ومن الاي. بوقض على الاند قيت اللي هون. فهذا بعطيني اكس اي. وهذا بعطيني واي بار اي بار. حتى نتأكد من عمل هذه الدائرة. نيجي. نفترض مثل ما اعملنا. لنفترض الان اني انا تحت الواي. معناها الاكس والواي شو ما اعطاتني. ما اعطاتني زيرو زيرو. شو لازم الان اساوب المتور. لازم اشغله. خلينا نشوف هل المتور بيشتغل ولا لأ. طبعا كان اوف. لما كان اوف كان المتور اوف. كان المتور اوف. لان وسطة المي تحت الواي. معنات يجب اشتغل. والواي الي الحاج تعتيني زيرو. فالواي برايم ستعتيني واحد. اكس برايم見 اوف terror. معنات هذا لقد مikkنا عنده صفر. وما انه هذا اوف. معناها الكيوبار الله عنكه واحد. الواحد هذا راجع لهون. مع الواحد اللي جاهي من الواي بار. ستعتيني واحد على الواي بار ستعتيني activation. معناها الايتي عليها واحد. الآن لما بتيجي الكلوك هذه رح تعمل طقل إذا رح تقلب من صفر إلى إيش إلى واحد وتشتغل مصبوط نعم دكتور صحيح طيب اشتغلت ولازال الكوندشن عندي كالآتي إنه هي لسه مش واصلة لازال عندي زيرو زيرو لكن مدرع ما اشتغلت الآي صار عليها واحد الكيوبر شو صار عليها صار عليها زيرو وين جت الزيرو أجت له هون شو اجبرت لي الواي بار تصير عندي صفر فصار عنده زيرو هون ولازال في عنده زيرو من الإكس على هذه فبثاء الزيرو زيرو معناته رح يكون عنده زيرو زيرو معناته رح يكون no change حتى لو اشتغل المتور وكانت الـ إكس و الواي لازالة صفر صفر رح يظل المتور شغال رح يظل المتور شغال لا يمتى رح يظل شغال حتى لو حتى لو طلعت الميلة فوق شوي لو طلعت الميلة فوق شوي وغطت الواي رح حصير الواي واحد إذا شو رح يعطيني هون رح يعطيني زيرو إذا رح يجيني هون زيرو بس لأنه في عندي أنا زيرو من الكيو بار اللي هون وعندي واحد من الكيو وعندي الاكس لازال الصفر إذا لازال هذا بيعمل إذا رح يظل إيش رح يظل شغال رح يظل شغال تصل المي لعند مين لعند الاكس مجرد ما وصلت عند الاكس هذا الواحد مع الواحد صار عندي واحد وبالتالي رح يجيني واحد على التي وتعمل طقل وتقلب من واحد إلى صفر إذا الدائرة بتشتغل مية في المية زي ما احنا مصممينها واضح يا شباب واضح دكتور طيب تنشوف الحضور والغياب يلا ارفع عديكم يا شباب الريني كل عشرة بقطيني يلا ارفع عديكم شو ما انتو سامعين بالمثال لا سامين عيدو دكتور ايش كان يا شباب الريني كل عشرة بقطيني اظن الريني هاي قريب في فلسطين والله اعلم كان جدا الله يرحم وقل لن اي انت من اي بلد من عمبه من عمبه والاول مرة من اسمع فيه هذا دكتور هاي في امثال كثير يما انتم مش سامعينها ابوي دائما بقولوا هذا المثال دكتور هذا لنا بقول ما يعني مستيئس منكم مصبوط ارفع عديكم يا شباب في ناس لسه مش رافعة في ناس لسه مش رافعة ابراهيم العمري واسراء بني عامر وخالد عبدات ومصطفى كساب ارفع عديكم يا شباب ارفع عديكم حتى ما سجدكم غياب لسه ابراهيم العمري مش رافعين ولا مصطفى انا فيه واحد دخل هسه في ناس كنا تستنى على التلفون لما بأخذ الحضور غياب تدخل على العصة طيب خالص نزلوا ديكم نزلوا ديكم نزلوا في طالب مش سامع المحاضرة الكل سامع المحاضرة معناته فيش الاشكالية مش عندي الاشكالية مش عندي ده اعضا دكتور اللي حكى لك انه كان عنده امتحانه بعده بالبعض الساجة بتقول لي ساجة داد ويك بتقول لي فيه طالب بقول لك انه مش سامع المحاضرة طالص انتهت يعني طيب اوكي ودكتور ابراهيم العمري اللي كان بالبعض والله ابراهيم العمري شايفه عملي مشاكل كتير دائما عنده مشاكل خير ان شاء الله احنا هيك بنكون خلصنا الديزاين بروسيجر لجميع انواع الفلفلوبس الرئيسية الدي الجي كي والتي لاحظنا ان الدي والتي سهلات في الديزاين لكن الاندريزل طبعهم دائرة شوية معقدة بينما الجي والكي صعبين في الديزاين لكن الاندريزل تعالى بتكون دائرة اسهل وهيك بنكون يعني وصلنا الى نهاية الحصة ما بدي ابدأ معاكم موضوع جديد اذا في حد عنده اي اسئلة على المادة لانه اليوم الخميس باي ست دقائق اي سؤال بخطر في بالك انا مستعدة جاوبك عساس قبل الامتحان الامتحان مثل العارفين اذكركم تكونوا متواجدين قبل الساعة عشرة بربع ساعة على الاقل عشان ندخلكوا على القاعات وتبلشوا مباشرة على الساعة العاشرة طلاب اللي عندهم سي بلس بلس امتحانهم رح يبدأ الساعة تسعة وربع فبقدر يجينا على عشرة وربع ويوخذ ساعته كاملة ما عندي اشكالية فرح يكون عندي قاعة مخصصة للطلاب اللي بيجي هون متأخرين واضح واضح يا شباب كل واحد يجي على القاعة اللي رح هحط لكم هي هسة على رح هحط لكم جدول بالقاعات يحتوي على اسماء الطلاب في كل قاعة وين رح لازم ماشي يا شباب تغيرت عن التكسيم القديم لا ما تغيرت لكن اعملتها كجدول عشان اطبعوا وسجلوا على القاعات حتى برضو كمان نوع من التأكيد اكثر واكثر فرح هنزللكم ملف بعد شوية عن التوزيع الطلاب على القاعات فرجاء تكونوا متواجدين يوم السبت قبل الساعة عشرة وربع ساعة على قل ممنوع استخدام الالات الحاسبة ممنوع ادخال الجوالات او تكون شغال الجوال او يكون عندك بلوتوث رابطه على الجوال وواي فاي بالجيب رجاء ان تعملوش الحركات لاني والله اكتشفت اكثرهم واحد انا بقدر اكتشف الحمد لله لا تخلوناش يعني نبلش فيكم في الامتحان كونوا مؤدبين في التعامل مع الامتحان من ناحية الغش محدش يحاول الغش انا بعرف يعني نسبة قليلة هي اللي بتحاول هذه المحاولات لكن لا يخلو الامر ف علشان العدالي انا بحبشتهد اجتهاد كبير في وضع الاسئلة بحيث تكون نماذج كثيرة وبنفس الوقت في المراقبات بحبشدد كثير في المراقبات على المهندسين المراقبين انهم مراقبوا بشكل كويس ويكتشفوا اذا فيه اي شغلة غير طبيعية من تصرفات الطلبة الثاني امتحان رح يتوزع عليكم ورق الورق لازم تكتب عليها حل اذا واحد والله مشير لي تسعين في المليمية من الأسئلة ومشيرها صح ومش كاتب على الورق ايشي على طول بعرف انه somebody else اللي ينقلوا الاجابات ف بدك تسلم الورق المسودة اللي رح أعطيك اياها في الامتحان وتكتب عليها اسمك وبدأ اتأكد انه فعلا انت الاجاباتك كانت بناء على شغلك نعم ما نجي معنا ورق اه جيب معك احتياطا يعني انا بحاول ازودك بالورق لكن اذا ما كانش عندي كفاية جيب معاك بس احنا رح نكبسه بتكتب اسمك عليهم وبنكبسهم ان شاء الله بجيب المكبس معاي وما فيش اشكالي ان شاء الله اوكي بس لوش منو ولا حاسب ليش لانه في آلات حاسبية يا ابني على طول بتحول لك من يعني وزميل اخر معحوشة آلات حاسبية صارت فيها يعني فيها عدم عدال هو والله اعتقد يعني جميع الطلباء عندهم آلات حاسبية يعني خصوصا الكل عنده آلات حاسبية ما هو اذا انا اذا 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 جبت الآلات حاسبية انتفى يعني الامتحان اللي بيسألك عن التحويل يعني ما لهش معنى الامتحان لانك انت بتكتبع الآلات حاسبية بتحول لك بصوته لأ آآ جد شو جد آآ جدين والله ما باعش والله بتحول من الى 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 الاخري ما شفتش والله ما متعاملش معهم بقسمنا والله ليش انت انت حاسوب انت المفروض انت تعرف تتعامل بالآلات حاسبية انت انه هندس طبية حتى لو كنت هندسة طبية المفروض انك تعرف تستخدم الآلات حاسبية واش تشتريها لعات تبقى فيها كل الامكانيات هاي وبتستخدمها لا يبني حاول تشغل بتمعتك وحاول تستخدمها بشكل امثل في حياتك الدراسية ذاك في الامتحانات ممنوعة للآلات الحاسبية الله عطيكم العافية ونراكم يوم السبت القادم ان شاء الله الساعة العاشرة الى ربع سلام اشتركوا في القناة